تباطأت حركتها بل توقفت في بعض الأماكن كثيرة هي السيارات والناقلات التي تلاقي صعوبة بالقة في المرور عبر الخط الدولي الرابط بين محافظة الجوف ومحافظة مأرب بسبب التدمير الذي تعرضت له الخطوط نتيجة السيول المتدفقة عبر هذا الخط هذا الخط العامل أمود الفقر حق المحافظة كامل وإلى جاسل ما عاد انقطعوا الناس كامل يدبوا ثلاثة أيام أسبوع كامل لا يدخلوا المحافظة لا يستوقوا والمريض يعني استاجع جدا والجاهل يعني تعبانوا نقول لهم يصلحوا هذا الخط العام قياب الجسور والكبار والإهمال من قبل المعنيين في السلطة المحلية في إعادة تأهيل وترميم الخطوط لفترات طويلة هو ما يتسبب في توقف حركة الطريق بشكل كامل وتجمع المواطنين أمام ممرات السيول ناهيك عن تسببها في الكثير من الحوادث المرورية التي يتعرض لها المواطنين نتيجة التخريب الذي طال خطوط الطريق أثناء تدفق السيول والأمطار الخط هذا حق محافظة الجوف من المحافظة لحتى مفرق مهرب مكسر وبسببها السيول تجرفة وتسبب حوادث في المواطنين ونطلب من الدولة أن تلفت النظر إلى هذا الخط الحيوي إصلاح الطرقات العامة وصيانة مجار السيول ما يتمناه المواطنين بشكل عاجل لا سيما وأن حركتهم متوقفة على إصلاح ما لحق بالطرقات من خراب وهو الأمر الذي تسعى السلطة المحلية لإصلاحه وتعلل تأخرها لأسباب أهمها غياب الإمكانيات نحن في السلطة المحلية في محافظة الجوف ليس لديها القدرة لعمل صيانة لهذا الخط وعادة تأهيله بسبب أن المحافظة ليس لديها موازنة رسمية منذ سنتين لذلك نطالب الحكومة المركزية ممثلة برئيس مجلس الوزراء والأخ معاني وزير الأشغال باعتماد مبالغ مالية لصيانة هذا الخط وعادة تأهيله تمثل هذه الخطوط حلقة وصل تربط محافظة الجوف بالمحافظات المجاورة وهو ما يخلق حركة تنموية واقتصادية داخل هذه المحافظة التي تشهد مؤخرا حراكا تنمويا ملحوظ فضلا عن الحركة التجارية النشطة بين وعود الجهات المعنية بإصلاح الطرقات ومكابدة التعب والمعاناة فيما تبقى من أجزائه الآئلة للسقوط والإنقراف يشكو المواطنون في الجوف هذا الوضع الذي يمر به شريان الحياة المتمثل في الطريق ماجد عياش من شباب محافظة الجوف